السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوانا اخواتي مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد تعلن شركة انابيك سكيلز عن توضيف العديد من التخصصات في دولة الامارات العربية المتحدة في شركة متخصصة في صيانة الاليات العسكرية بالصالير لكي تراوح ما بين 10.661 درهم حتى 24.193 درهم مغربية اذا الصالير اخواني اللي هو ما بين مليون و 12 فريال حتى المليون و 80 فريال اذا اذا هو الصالير اللي غدي تاخدوه يعني على حسب تجربة ديلكم وعلى حسب التخصصات ديلكم اللي غدي نشوفو الان وبالنسبة للعمر اراها العمر طالبين اخواني يعني ما تفوتش 50 سنة يعني للعمر اللي هو وقف 50 سنة الناس اللي عندهم 50 سنة يمكن انهم يدفعو الناس لانهم 40 ناس لانهم 30 ناس لانهم 20 يدفعو لهذا العمل دا اللي هو وقين في الامارة العربية المتحدة وبالزاف دي المميزات اللي هي كان في هذا العمل هذا اللي غدي نترفع لها في هذا الفيديو كذلك نترفعو للطريقة دي الارسال الطلب دينا بطريقة سهلة جدا وقبل اخواني ما نبدأو فالشرح دي الوظيفة دي اليوم ما تنسوش الضغط على زر اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرسة باش توصلوا بكل جديد اذا بمنسبة التخصصات اللي كين اللي هما هدو كين 19 نجال لكل مجال والتخصص ديالو هنا كيف قلت لكم ان هات الشركة كيف تخصص في صيانات الآليات العسكرية اذا كين ميكانيك كين طولوري كين اسباق كين ناس اللي يخدموا في التكنيسيان جي بي اس كين للي ناس اللي يخدموا في التكنيسيان غالفانيزازيون كين ناس اللي يخدموا كذلك في الماشينيز كين في فابرقاشون دو كومبوزين متاليك في لاجونة لوجستيك وكين في السودور وكان كذلك الناس اللي الضعجرة والإنسpectورات الفوضيين هنا يوجد لدينا جميلة الميكانيكي الهيئيين ومن الميكانيسين الميكانيسيين هنا يوجد الكثير من التخصص ترى التخصص الهيئيين وشوفوا التخصص اللي فيه ديبلوم ديلكم. راه هاد الاخط ما هادى يرى نطلب. تكون عندك الخبرة في هاد المجال اللي هاد المجال لك تشوف هنا. يعني كل واحد من المجال دياله. وكل واحده التخصص دياله. وكل واحده والديبلوم دياله. إذا انتم ما هدي تشوفوا ديبلومات اللي عندكم. يعني بالنسبة لا مرة مش مشكل來 العمر يعني العمر ما لا تتحدث عن الأمر يعني لا تتحدث عن 50 سنة كذلك بالنسبة للتخصص ترى هم هادو انتم ستختاروا تخصص ديالكم انطلاقا من هاد لاليسا ديال التخصص هادو اذا الان غنشوفو اخواني الملف شخصي المطلوب يعني تكون حاصل على ديبلوم دي صيلة يعني دي صيلة لهاد التخصص هادو اللي كتشوفو امامكم كانت 19 تخصصه كذلك تكون لديك خبرة مبررة لمدة عام على الأقل في نفس المنصب او في منصب مشابه لمجاله دي 가� chorus يعني عندك شهادة الو Cause بال shake كتبرر لمدة دي والسانه واحدا يعني على الأقل تكون سنة واحدة ل palmحف مرة ديالس رأيكين الناس اللي عندهم كتشوفو دين السنوات اذن اقل الشيء تكون عندك سنة مبررة يعني هذه الو приготов sonic وتكون ذلك وثيقه 준비 او شهادة تشهد على انك عندك خبرة تبدأ من سنة فما فوق تكون عندك معرفة جيدة باللغة الانجليزية يعني ما شيء من ضرورة يكون عندك شهادة دي اللغة يعني هنا ما طالبين منا شهادة لغة طالبين منا غير اننا نفهموا اللغة الانجليزية نفهموا اشنو تقولوا لينا اشنو باش نديروا معنا لغة الكميونيكاسيون باللغة الانجليزية باش نتفهموا مع الاشخاص اللي غاد نخدموا معهم ولا الباترون اللي غايكون او الشخص اللي غايكون في داك في تيك الخدمة اللي غننخدمو فيها يعني هنا الوثيقة ما طالبين شوثيقة دي لشهادة لغة يعني طالبين غاي تكون لديك معرفة جيدة باللغة الانجليزية بالنسبة لهنا الحد الاقصى للسن خمسين سنة يعني ما تفوتوش خمسين سنة بالنسبة للجينس طالبين ضقور فقط اذا ما شوفوا المميزات دي لها الوظيفة اذا بالنسبة المميزات كين بزاف دي المميزات من بينها الاقامة والنقل والاكل يعني هذي ثلاثة دي المميزات رهم توفرين بالمجان يعني كوفرها لها هات الشركة هذي اللي غانت خدموا فيها بالنسبة للتغطية الصحية رهم توفرة يعني التأمين الصحي بالنسبة للتذكير للطائرة رهم طفرة بالمجان إذن قاعدوا رهم طفرين بالمجان من طرف هات الشركة اللي غنخدموا فيها إذن بالنسبة للراتب الشريء يعني حسب الخبرة وحسب الوظيفة يعني كيف كتشوفوا هادوهم الوظائف الكينين وبالنسبة للخبرة را كيف قلت لكم في الوقت ايقل مطلوبة راها ضرورة تكون عندك خبرة مبررة ما تقلش عن سنة يعني من سنة فما فوق إذن بالنسبة لهات الصالير عنده علاقة بالخبرة وبالوظيفة يعني كل خبرة وكل وظيفة وكل الخبرة على حسب الخبرة عندك مثلا الخبرة دي السنتين عند الخبرة دي لم 3 سنوات خبرة دي الخمس سانوات ست سنوات سبعة سنوات في واحد المجان يعني يقدم عندك الخبرة أكثر يقدم الصالير كيطلع كيطلع عمال هذا إذن يتراوح ما بين 3966 و 9000 درهم إماراتي شهريا وإذا حولنا الدرهم المغربي سيعطينا 10661 درهم حتى 24193 درهم يعني هذا هو الصالير بالدرهم المغربي بالنسبة للوتائق وطريقة تقديم الطلب ديركم بالنسبة للوتائق ركيني جوجل للوتائق الوتائقة اللولة واللي هي أنك تكتب واحد الصيرة الذاتية باللغة الإنجليزية أولا تكتبها باللغة العربية يعني عندك الاختيار من الأحسن أنكم تكتبوها باللغة الإنجليزية أنا هذا من وجهات نظري باش يكون القبول ديركم بطريقة سريعة يعني ما تكتبوش باللغة العربية أكتبوه باللغة الإنجليزية الوثيقة الثانية هي وثيقة اتباع التدريب او الخبرة يعني ما يكون عندك تكون ديجان دوز شي تدريب في شي شريكة او مثلا في شي بلاسة تدريبتي في شي بلاسة مثلا يكون عندك بزاف دياليزاتي استاسيون تسترج في هذا او لا تكون عندك لسيرتيفيكات وتخافاي او لا تكون عندك خبرة في اي مجال من هذه المجالات اللي شفنا في هذا المجال تكون قل بداية من سنة فما فوق يعني من العام فما فوق يعني التدريب كذلك والخبرة هنا هذا هو مجال يقل تقلل استيرات ذاتية غير ما باللغة الاجليزية تكتبها او لا باللغة العربية يعني من الاحسن تكون تكتبها باللغة الاجليزية ولكن بشرط ما يكونوش فيها الاخطاء بشرط ما يكونوش فيها الاخطاء حاول انا كتدي عند شي واحد اللي هو كيكتب اللغة الاجليزية مزيان وترجم هذيك الذكي السيفي اللي انت كتبه باللغة الفرنسية ترجمه باللغة الاجليزية او لا باللغة العربية انا كنفضل تكتبه باللغة الاجليزية وكذلك تجيب وثيقة الاتباة للتدريد مثلا انت عندك في الميكانيك ديال الكميوات عندك مثلا الخبرة ديال سنتين او لا ثلاث سنوات حول انك تجيب ديال الوثيقة ديال غير اما الخبرة ديجا خدمتي في شركة ثلاث سنين او لا ديجا تدربتي في شركة عامين او لا عام او لا ما تنست شهور على حسب يعني هذو هما جوج ديال الوثيق اللي هم مهمين اذا غد نجيب الآن طريقة ديال تقديم الطلب يعني ارسال دوسي ديالك دوسي ديالك اللي غد نرسله اذا غد ناخدها جوج ديال الوثيق السيرة الذاتية اللي هي كتبناه باللغة الانجليزية وكذلك الوثيقة ديال اتبات التدريب والخبرة اذا غد ناخدها جوج الوثيق وغد نمشيو لأقرب وكالة ديال الانابيك اذا غد نجيو هذو الدوسي ديالنا غد نتفعوه قبل 25 شهر 8 2023 اذا هذا واخر اجل باش انك تفعض الدوسي هذا يعني 25 شهر 8 2023 وبالنسبة لدي العمالة ديال التوظيف فانها بالمجان يعني حتى واحد ما يطلب منكم درهم واحد ما تعطوه له لان هذا الوظيفة هذي مكلفة بها الوكالة للتشغيل الانابيك اذا بالتوفيق للجامع اذا لما المعلومات اخواني لما خاصين ماذا الوظيفة هذي يعني بالنسبة للمميزة رامو مميزة رائعة بالنسبة الاقامة والنقل والاكل يعني الترانسبور والسكان والماكلة ديالكم رامو مطفرة من طرف هذي الشركة هذي وكذلك بالنسبة لالتغطية الصحية اه اللي هي مطفرة بالمجان وكذلك التذاكي ديال الطائرة اللي هي مطفرة بالمجان انطلاقا من هاد يعني من هاد المميزات ديال الوظيفة بانسبة للرهابت كيف اخدتك من هكيد توفح ما بين عشر الاف ديرهم حتى الاربعة والعشرين الف ديرهم بالنسبة لاني له لحسب الخبرة يعني لحسب المد ديال الخبرة اللي عندك وكذلك على حسب الوظيفة اللي انتا غضي تختارها من بان هاد الوظائف اللي ه databتت سTEäter اشر وظيفة انت غضي تختار هاد الوظائف على حسب الوظيفة اللي هميزة اللي عندك اللي هي مطفرة عندك وكذلك اللي بتفرأ بالوثائق وبالتجربة اللي عندك فهذه المجالات. اذا هم المعلومات الخاصة بتوظيف في الامارات العربية المتحدة. اه فهذه الشركة هذي اللي يمتخص في صيانة الاليات العسكرية. ايضا اخواني حاولوا انكم اه تدفعوا الضوصي ديلكم اه في اقرب وكالة ديالانبك. هذي تجمعوا السير الداتية يعني السيفي ديلكم باللغة الانجليزية. وكذلك الوثيقة اللي تستبت التجربة ديلكم يعني الخبرة ديلكم. وتدوها لأقرب وكالة ديالالانبك. رالوكالة ديالانبك رام موجودين في المدن بكثرة. هدي تمشيوا لأقرب وكالة ديالانبك بالنسبة للناس اللي ينفي القرى. غادي ياخذوا هدوك ادوك جوتائق وغادي دوها الأقرب مدينة اه يعني مدينة اللي هي قريبة لهم. وغادي ادفعوا الضوصي دياله معيني اي وكلا اديتوا لها الضوصي ديالكم را غادي قبلوه وغادي تديوا هذا الضوصي قبل خمسة وعشرين شهر ثمانية الفين وثلاثة وعشرين وبنسبة كيف قلت لكم هاد العمل الذي تطول فانها بالمجان اذا بالتوفيق لجميع ما تنسوش اخواني ضغطوا على زر لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دمتوا في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة